بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين كان الحديث عن آثار صلة الرحم وتكلمنا بشكل مفصل عنها الآثار الأخروية الزين لصلة الرحم هناك آثار لقطيعة الرحم نتكلم عنها اليوم إن شاء الله أولا من آثار قطع الرحم حرام شرام ما يجوز شرام والواحد لا يتهاون مع هذا الذنب العظيم لأن كثير من الناس متهاونين بهذا الذنب العظيم وهو بالأخير له آثار جدا وخيمة نحن نكمل البحث قدر الإمكان وإذا في مجال لأن هذا آخر حلقة ونسألكم الدعاء نعم فإذا في مجال نتعرض لبعض التعليمات التي وردت في الخطبة فأكو آثار الدنيوية لقطيعة الرحم منها تعجيل الفناء قصف العمر يقول الأمير المؤمن سلام الله عليه أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء وقلنا أكو أن الآن شباب يموتون شابات يموتون واضح ديقول شو أنت مات شنو فيه شصاير هي صجأة سكتة قلبية أو مثلا حادث لا بس إليها إليها أسباب أخرى غيبية واضح شلون إحنا بعضوقات نشوف بس ما نعلم إليها ظاهرة من حياة الدنيا لا أوليها أسباب غيبية يقول أعوذ بالله أمير بن سلام الله عليه يقول أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء فقام إليه عبد الله بن الكواء فقال يا أمير المؤمنين أويكون ذنوب تعجل الفناء في ذنوب تعجل الفناء فقال عليه السلام نعم ويلك قطيعة الرحم قطيعة الرحم هذه مشكلة الأثر الثاني هذا الأثر الأول تعجل الفناء الأثر الثاني تعجل العقوبة أكو بعض الذنوب عقوبتها سريعة تصير يعني واحد تشوف ارتكى بظل معين ذل معين قال لي فورا إجازي أكو ذنوب سريعة سريعة العقوب يعني عقوبتها سريعة نزال العقوبة عليه سريعة يصير وتقول هذا فلان ما أعتقد من بعد الذنوب يبقى في الحياة بعد بعد أيام بسرعة برح يموت بسرعة رح تصير عليه مصيبة عن النبي صلى الله عليه وآله طبعا إحنا هاي الأمور نقول هاي حتى شوية نتعض يعني الواحد لازم يبين العقوبات حتى يخاف عندنا السؤال الأمير المؤمنين سلام الله عليه عن الإيمان قال إيمان على أربع دعائم زين على الصبر واليقين والجهاد والعدل والصبر منها على أربع شعب على الشوق والشفق والزهد والترقب هذا يبينها محاضر هذه زين فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ومن أشفق من النار زين اجتنب المحرمات ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات ومن زهد في الدنيا أهانت عليه المصيبات هذه فتبحت جميل حقيقة بس ما قدرني الوقت ما عندي خلنا نواصل البحث فهني من أشفق من النار اجتنب المحرمات لازم واحد يتصور العقوبة ويتصور النار وكأنه الآن في النار سجن فيها بمخالفته كما يقول أمير من السلام الله عليه في دعاء سجن فيها بمخالفته وذا قطع عذابها بمعاصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريلة هذا يصور نفسه في جهنم ومن صفات المتقين هاي فهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون فلازم نصور العقوبة حتى نخافحنا ونترك هذا الذنب فأقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجر الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم يعني هذا ليس عذاب في الدنيا حتى في الآخرة يوجد بعض عذاب أقول من قطيعة الرحم والخيانة والكذب وهذه كلها مورد ابتلاق خصوصا الكذب عجيب الكذب الأثر الثالث ضياع الأموال الأموال الضية فأنه مما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا قطعوا الأرحم جعلت الأموال في عيد الأشرار ماذا ينزل؟ بعض الأوقات الواحد ما يصل لحمه يقطع أرحمه فتروح الأموال إلى الأشرار على كل حال إنا لله وإنا لي يراجعون الأثر الرابع حلول النقمة وارتفاع الرحمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحيم فيهم شنو؟ قاطع رحيم هذه المشكلة وعن أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول حلول النقم في قطيعة الرحيم الزين القرآن صرح هناك اللعنة على من يقطع الرحم شو تقول الآية والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل الزين هذه تحصلها القضية الزين في بعض التفاصيل ورد إن الرحم هنا هم أهل البيت سلام الله عليه زين رحم آل محمد عن الرضا سلام الله عليه يقول إن رحم آل محمد لأمه لمعلقة بالعرش تقول اللهم صلما وصلني وقطع من قطعني ثم هي جارية بعدها في أرحام المؤمنين ثم تلا هذه لا يوتق الله الذي تساعلون به ولا أرحام سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل الذين يصلون ما أمل الله به أن يوصل فقال قرابتك وفي بعض الروايات قلت لأبي عبد الله الذين يصلون ما أمل الله به أن يوصل قال نزلت في رحم آل محمد عليه وآله السلام وقد تكون في قرابتك ثم قال فلا تكونن ممن يقول للشيء إنه في شيء واحد يعني هاي الآية لها عدة مصادق لا تقول بس نازل في شيء واحد لا ازاي فبالأخير ولهذا تشوف الإمام الحسين سلام الله عليه لما برس عليه الأكبر لما برس عليه الأكبر شنو قال لأ عمر بن سعدي قال لي قطع الله رحمك كما قطعت رحمي واضح وبعد عمر بن سعدي وإمام حسين هم في قرابة حسين بن عمي يقول عمر بن سعدي حسين بن عمي والحوادث جمة تنولي فري قرة عيلي فقتل عليه الأكبر يعتبر قطل الرحم شوف حتى اعتدوا على بيت الزهراء سلام الله عليهم سلام الله عليها ازاي هذا قطل الرحم إلا قتلوا الزهراء وقتلوا أمير المؤمنين قتلوا الحسن قتلوا الحسين سموا الإمام زين العبدين الحديث يقول ما منا إلا مسموم أو مقتد كل قطل الرحم فهنا الآية شديدة شو تقول والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يقطعون الرحم يعني شنو يحاربون أهل البيت وكذلك من أحد مصادقهم يقطعون الرحم هاي خواتك عماتك خلاتك واحد ما يصلهم هذا يعتبر بعد من مصادق الآية بس في مصداق أكمل للآية اللي هو قط رحم محمد وقال محمد هذه هي مشكلة ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم شنو اللعنة ولهم سوء الدار زين ولهم سوء الدار ايه نعم زين واحد يقول شيخني أنا واحد هذا أخوي ما يوصلني أنا بعد ما وصل لا مستحب أن تصله زين كما جاء عن زين العبدين سلام الله عليه يقول ما من خطبت أحبه لله عز وجل من خطبتين خطوة يسد بها المؤمن صفا في الله يعني الجهاد في سبيل الله وخطوة إلى ذي رحم قاطع واحد قاط عنك لكن مع ذلك أنت تسأل عنه تتفقد أحوالي زين هذا الشي زين يعني الأخلاق الحسنة مو لأن هذا يسلم علي أنا أسلم علي هذا مو أخلاق هذه تجارة لأن نسلم علي أنا أسلم علي لا الأخلاق الحسنة هو أنه ما يسلم عليك وانت تبادر بالسلام واحد ما يصلك وانت تروح تصل هني 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 مقارم الأخلاق واضح لأولاك ثم هذاك جاء جاء رجل الإمام الحسن سلام الله عليه جاي من الشام وتعرف أن الشام تعوده على سبع من المؤمنين فقام يسب الإمام الحسن فالإمام الحسن جاء له قال يا هذا أظنك غريبة ولعلك قد شبهت وابتسم لي الإمام الحسن فقال لي يا هو أذن فلو استحملتنا حملناك يعني إذا أنت عندك ديون عليك دية عليك غرامات هذه كلها نتحملها شوف هذه القيادة الرشيدة شنو تقول للشعب هذا إمام معصوم إمام الحسن إمام قيادة شوف القيادة شنو تقول للشعب ما لها ولا المخالفي ولا المعارضة قال لي فلو استحملتنا حملناك يعني له عليك دية أو ديون أو مال حملناك ولو سألتنا أعطيناك ولو استرشدتنا أرشدناك وإن كنت جائعا أشبعناك وإن كنت عريانا كسوناك وإن كنت طريدا آويناك يعني لو أنت لاجئ إحنا نفتح لك باب اللجوء السياسي والإنسان وإن كنت طريدا آويناك وإن كنت محتاجا أغنيناك الله وإن كان لك حاجة قضينا لك حاجتك فلو حركت رحلك إلينا وصرت ضيفنا لكان عليك أعود فإن لنا مالا كثيرا شوف الإمام يقول عندي مال كثير بس يستعمل وين لإنقاذ المستضعفين لقضاء حواجل الناس مطلوب الإنسان يكون عنده مال كثير ليش حتى يقضي بحواجل الناس والمال بسبب هالمال أنت تبني لك مؤسسات مساجد مآتم دور للعجزة وإنك إحنا ما نأيد إن الواحد يودي أبوهم لدار العجزة مو صحيح هذا خلاف بالوالدين لازم تتحملهم زين يقول فإن لنا مالا كثيرا وجاها عريضا وموضعا رحبا شوف فشنو صار الشامي لما شاف هالخلق الحسن من الإمام زين وهالحلم وساعة الصدر بكى الشامي وقاد أشهد أنك خليفة الله في أرضك وحجته وعلى عباده كنت أنت وأبوك من أبغض الناس إلي والآن أنت وأبوك من أحب الناس إلي وحول رحله إلى الإمام الحسن وصار ضيف الإمام وصار معتقدا بولايته يعني صار شيعي موالي بعض وقات نحن ندعو للتشيع بالأدلة والبراهين وبيان الحقائق هذا كل شيء ممتاز لكن بعض وقات كونوا لنا الإمام الصادق صلى الله عليه يقول كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم خلي الناس يشوفون لكم الورع والإنصاف والعدالة والأخلاق الحسن زين أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد فتتشيع الناس على أثر هذا الخلق الحسن لا أعضي شلون فهني أقول ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوتين خطوة يسد بها المؤمن صفا في الله وخطوة إلى ذي رحم قاطع زين هني فهذه حقيقة مجموعة من الآثار عن قطع الرحم حقيقة ما بقى من الوقت إلى يعني دقائق معدودة دقيقتين حقيقة وأنا أسأل الله تعالى أن يوفقني في حلقات أخرى لبيان هذه التوجيهات يعني أكو تأكيد على تلاوة القرآن الواحد بالأخير يتلى القرآن إلى شيء آثار في بعض الرواة ورد أن البيت الذي يتلى فيه القرآن يكثروا خيروا الزين وقرو وقرو كباركم ورحموا صغاركم كثير من الآثار موجودة وجاءت في هذه الخطبة على كل حال أنا أختم بدعاء زين العابين سلام الله عليه أقول اللهم أني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه من ملك قربته أو نبي أرسلته أو عبد صالح اختصصته أن تصلي على محمد وآله وأهلنا فيه لما وعدت أوليائك من كرامتك يعني خلنا نحن مؤهلين لأن نحصل هذه الكرامة وهذا الثواب العظيم وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك المبالغة في طاعتك الواحد يكون حريص على طاعة الله عز وجل في هذا الشهر واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك اللهم صلى على محمد وآله وجنبنا الإلحاد في توحيدك وهذا جنبنا الإلحاد في توحيدك ما حصلها إلا إذا واحد قرأ علوم أهل البيت صلى الله عليه خصوصا خطب أمير المون صلى الله عليه في التوحيد وكذلك الإمام الرضا صلى الله عليه أكو عنده محاجزات في التوحيد جدا مهمة واحد يقرأ هذه الخطب وجنبنا الإلحاد في توحيدك وكما يقول أمير المون صلى الله عليه يقول هذه خلاصته التوحيدون ألا تتوهم وأنتم بعد روحوا وراء الكلمة هذا يشوفوا شكرا عظيمة هذه التوحيد ألا تتوهم ألا تتصور الله الله فوق التصور وفوق الخيال ليس كمثله شيء فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صلى على محمد وعليه الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم وجنبنا الإلحادة في توحيدك توحيدك والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم الله مصلى على محمد وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك شوف الله شقد كريم شقد رحيم الله يعتق يعتق عند الإفطار وفي العيد بعد يعتق يعتق رقاب من النار الله يبي يتلطف الله ما يبي يودينا نار جهنم يبي يودينا الجنة وسهل ترصوم سهل العبادة سهلة لمن من يعرف الله عز وجل ويعرف قدر العبادة ويكون عنده ذكر للآخر هذه ذكر الآخر يخليه يسهل عليه إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هذه قضية جدا مهمة الله مصلى على محمد وعليه وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك أو يهبها أو يهبها صفحك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب الله مصلى على محمد وعليه وامحق ذنوبنا يا الله وامحق ذنوبنا مع امحاق هلاله واسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ أيامه حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات وأخلصنا فيه من السيئات الله مصلى على محمد وعليه وإن ملنا فيه فعدلنا وإن زغنا فيه فقومنا وإن اجتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه اللهم اشحنه بعبادتنا إياك وزين أوقاته بطاعتنا لك وأعنا في نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع إليك والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط جدا دعا جميل اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا يعني هذه الأعمال وقروا كباركم ورحموا صغاركم صلو وارحمكم من حسن خلقه في هذا الشهر كان له جوازا على الصراط كل هذه إكرام اليتيم كل هذه تعليمات خلها ويانا وخلها تستمر معانا في جميع الأشهور يعني هذه التقوى اللي حصلنا خلها تستمر ويانا الله أجعلنا هذه التقوى لأن لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالهدف هو التقوى هذه التقوى تكون ويانا دائما اللهم اجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لا تقول أنه بأعمال أدخل جنة بلطف الله ورحمة الله عز وجل ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم صلى على محمد وآله في كل وقت وكل أوان وعلى كل حال عدد ما صليت على من صليت عليه وأبعاف ذلك كله بالأبعاف التي لا يحصيها غيرك إنك فعال لما تريد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة